مع سلام القبول سلام القبول اللي بيخلي الحياة في أسعد ما تكون وإحنا قلنا قبل الفاصل إزاي في خمس نظارات بتيجي على عين القلب بتخلي الإنسان ما يقدرش يعيش بسلام القبول أو النظارة سودة بتمنع الإنسان آه نظارة سودة للأسف بتمنع الإنسان من إنه يعيش بسلام القبول نظارة الخوف من أزالناس الخوف من أزال الناس بيخلي أي إنسان يحس بأنه هو دايما متحفز ويعامل الناس تعامل في غاية السوق إن فلانا يأذيني فلانا أو فلان بيعملني بشكل وحش فيكون دوات سبب من أسباب إن أنا كمان ما أقبلوش وبرضه أفضل أحط نفسي في محاولة لإن أنا أحمي نفسي وبس الله سبحانه وتعالى أعلم اللي من جوه نحيتي إيه؟ مش بعيد إنه هو يكون بيكرهني وبيحضر لأزيتي كلام كله مليان بسوء الظن والظلم وبننسى خالص إن إحنا عايشين في أمان الله واعلم أن الأمة حديث رسول الله سلام الجميل اللي بيخلي الناس تعيش في أمان واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لن يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك يبقى أنت لازم تعرف أن أنت في أمان الله فالنضارة دي ما تقدرش تعيش فيها خفنا بقى من أذى الناس ممكن يوقعنا في سوق الظن والظلم واتهم الناس بالباطل وكمان الاطلاع على باطل الناس اللي إحنا ما نقدرش إن إحنا نطلع عليه وأنا في عايش في أمان الله الحاجة التانية النضارة التانية السودة نضارة كتر الانتقاد كتر الانتقاد مراية عامية عامية عن إنك تشوف جمال الله في اللي حواليك كتر الانتقاد بيهد الشخص اللي إحنا معاه في علاقة فلما الزوج أو الزوجة بيكتروا من الانتقاد بعض كأنهم بيدمروا علاقتهم وبيعملوا إيه؟ وبيدمروا كل اللي باقي فيه من جمال فما بيبقاش فيه جمال ممكن يطلعه من بعض ولذلك كل واحد فينا يقول للتاني الزوجة تقول للزوج أنت بتطلع أسوأ ما فيه وهو يقول لها أنت بتطلعه أسوأ ما فيه عشان الانتقاد ويا سلام بقى لما يكون المدير كيفه ومزاجه كتر الانتقاد ويعيش الانتقاد مع الموظفين والموظفين من وراء برضه يعودوا ينتقدوه ولا ده يعمله المدرس مع التلاميذ ولا يعمله الأستاذ مع طلابه والدكتور مع طلابه وكل واحد فيهم ينتقد التاني فما حدش فيهم أبدا يشوف أي نور ولا أي جمال وكل خيوط التواصل بينهم تكون بتطقطع وما يقدروش يتواصلوا مع بعض ولا يتعاونوا على البر والتقوى ويفضل النفس الأمارة تأمرهم بالإثم والعدوان كل واحد يعتاد على التاني وأكثر حد محتاج يراجع نفسه في الموضوع ده بالذات الإنسان السعي للكمال اللي هم بيسموه البرفكشنست اللي ما بيبقى اللي ما بيقبلش الغلط فلازم يشوف أن في الحياة ما فيش كماء لازم يعرف أن الحياة مش المطلوب منك أن أنت تعيش الكمال لكن المطلوب أن أنت تعيش الجمال فيه فرق من أنك أنت تعيش الكمال وأن أنت تعيش الجمال